تقوية التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية القابون في قطاعي الصناعة والاستثمارات شكلت محور مباحثة بين وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبدالقادة العمارة ووزير الصناعة والطاقة القابوني ريجيس ايمونغو هل جباد للطرفان وجهة النظر حول استراتيجية التصنيع في البلدين وأفاق النهوض بالعلاقة التونائية في هذا الجانب لا أخفى عليكم العلاقة المتميزة لكينا بين المملكة المغربية ومهورية القابون والعلاقة الأخوية التي تتربط بين قائدي البلدين نحن بتبعي الحال من الأمور التي أكدنا عليها في الزيارة هو تفعيل واحد العدد الاتفاقيات كانت تعدنا اتفاقية التفاهم في المجال الصناعي توقعت في 2005 ونحن اقترحنا على الجانب القابوني اتفاقية لتفعيل اتفاقية تطبيقية لكي نمشي في واحد العدد التفاصيل سيد الوزير قدم لنا واحد الصورة على شنو كان في القابون على مستوى واحد العدد الأوراش ونحن بتبعي الحال فات الأوراش كان واحد الشيق كبير اللي يمكن المملكة المغربية في التزامات ديلها أنها تساعد بها الجمهورية ديل القابون لقد قدمت المغرب في إطار التعاون الاقتصادي الجيد الذي يجبع المملكة المغربية وجمهورية القابون فكما تعلمون القابون انخرطت في برنامج اقتصادي شامل يهدف لتقوية الاقتصاد والصناع نجل جاء له من بين البلدان الناشئة في أفق 2025 وهم يدفعنا الاستفادة من تجارب البلدان الشقيقة وتقوية علاقاتنا الاقتصادية وتم التأكيد في هذا الشيما على أهمية تقوية جانب الاستثمارات من خلال تسرع اتفاقية تفضيلية بين المغرب والقابون في مجال التجارة والاستثمار نجل تشجاء المقاولين المغاربة على الاستثمار ونقل التكنولوجيات إلى هذا البلد الإفريقي اشتركوا في القناة